قصة أيوب وأصحابه تعطينا تأكيداً وتثبت فينا هذه الفضيلة كانت مشكلة أصحاب أيوب أنهم صاروا على قاعدة أنهم يعرفون وما يعرفونه أن الألم يعني الخطيئة وأن نسبة الخطيئة للألم هي واحد لواحد فحيث توجد خطيئة يوجد ألم توجد خطايا كثيرة يوجد ألم كثير توجد خطايا قليلة يوجد ألم قليل فنسبة الخطيئة للألم واحد لواحد كانت هذه مشكلة أصحاب أيوب ولهذا صحقوا صاحبهم الذي حاول كثيراً أن يقنعهم أني لست بهذا البار الذي لم يخطئ قط لكني لم أفعل طبقاً للنسبة التي أنتم تعتمدون عليها حتى إذا كانت عندي خطايا فلا يمكن تطبيق عليها هذه القاعدة الغبية أن النسبة الخطيئة إلى الألم هي نسبة واحد إلى واحد فحجم الألم التي أتألم بها مروع للغاية لا يمكن أن أكون فعلت خطايا تتناسب مع حجم هذا الألم وكان على حق فعلاً كم الألم التي اكتاز فيها أيوب لا يمكن لا يمكن أن يتصورها العقل من كل النواحد لكن أيوب نفسه سقط في خطأ آخر اعتبر أن نسبة الألم للفهم واحد لواحد هم اعتبروا نسبة الألم للخطيئة واحد لواحد هو اعتبر أنه نسبة الألم للفهم واحد لواحد أنا أتألم إذن من حقي أن أفهم فهمني لماذا تخاصم شرح لي أنا ما عنديش مانع إطلاقاً أنك تقول لي على أي بلاوي في قول لي على أي شيء بس ما تسيبنيش كلمني رد علي أنا من حقي أني أفهم من يعطيني أن أجده وآه لو وصلت له سأملأ فمي حججاً سأحاكمه سأقول له فهمني لماذا تخاصمني لماذا فعلت لماذا وضعت لماذا جعلت ما معنى كل هذا الذي أنا أكتازف إن لي الحق أن أفهم ولي الحق أن أفهم بنسبة ما أتألم فعلى قدر ألمي على قدر حقي في أن أفهم كان هذا خطأ أيوب وأعتقد أنه خطأ أصحاب أيوب خطأ كبير لكن خطأ أيوب أيضاً ليس بخطأ صغير والرب تعامل معه بشكل رقيق وطيب لكن لاحظوا أحبائي عندما أجاب الرب أيوب من العاصفة عجيب الرب لم يفهمه ولم يشرح له لكنه ناقش هذا المبدأ أنك من حقك أن تفهم كل شيء يسمح الله به معك كان نقاش الرب مع أيوب من خلال 77 سؤال ترحم عليه هو يناقش هذه القضية هذه القاعدة التي انتهجها أيوب أني أستطيع أن أفهم مشكلة مشفية مشكلة فيك أن أنت ما بتقولش لكن أنا أنا قادر على أني أفهم ومن حقي أن أفهم وأنت ملتزم أن تشرح لي فكان الرب يقول له يا أنت فتكرت دلوقتي أنك بتقدر تفهم بس دلوقتي فتكرت أنك بتقدر تفهم طيب إيه أخبار كل أيامك الماضية مع الطبيعة اللي أنت عايش فيها ممكن تقولي أنت فاهم إيه فيها أنت فاهم إيه في الحياة أو لا أنا فاهم كل حاجة أنا كل حاجة فاهمها ما هي دي حبيبي المشكلة اللي عايز أطلعك منها لا أنت مش كل حاجة فاهمها أنت مش كل حاجة فاهمها آه يا نفسي لو تذكري فقط أنك مخلوقة والمخلوق دائما محدود